لطالما وقفت على خشبته قامات فنية عراقية وعربية وظل لعدة عقود معلما فنيا ثقافيا لمدينة الموصل مسرح الربيع وهذه المشاهد الرثة شاهدة على الإهمال لأهم وأقدم صرح فني تحت ضنه المدينة منذ انطلاقته في عام 1969 هذه البؤرة المهمة البؤرة الثقافية المهمة في محافظة نينوى تمتلك تاريخها وأهميتها في المجال الفني عموما والمجال المسرحي خصوصا هذه المؤسسة التي تعرضت إلى هجمة كبيرة جدا أدت إلى حرقها بالكامل وعدم الاستفادة منها مرور عدة سنوات على خراب مسرح الربيع ومناشدات المثقفين بإعادة تأهيله لم تلقى استجابة حكومية هذا المسرح يحمل تاريخ كل الفنانين العرب والعراقيين والموصلين وهو بيت الفنانين ويعتبر صرح تاريخي وحضاري وثقافي شأنه شأن أي قطعة أثرية في مدينة الموصل أو أي موقع أثري حقيقة نحن كنقابة فنانين منذ عام 2012 عملنا مع الحكومات المحلية على إعادة إعمار هذا المسرح ولكن لحد هذه اللحظة لم يتم المباشرة بإعادة إعمار مسرح الربيع وهناك تأخير كبير من قبل الدوائر الحكومية في الحكومة المحلية في إعداد الكشوفات وتعديل الأسعار وقد تأخر الكشف أكثر من سبعة أشهر في إدارة هندسة الإدارة المحلية إلى أن وصل إلى محافظة نينوى الفرق الفنية أصبحت مشردة بعد خراب مسرح الربيع وتعاني كثيرا من أجل إيجاد مأوى يحتضن فعالياتها لها ذكريات لها أساس ولهذا نقل الجرح ننتظر متى يلتأم هذا الجرح نحن الحان تشاهدون حتى فرقة مسرح الأصدقاء صرنا إذا صح التعبير حاننا حال المهجرين يوميا نبحث عن قاعة نبحث في مكان النقابة معنا المقربين معنا كل هذا لكودا قاعت مسرح في محافظة نينوى أم الربيعين المسرح يعني مع الأسف اندمر اندمر ويصار تقريبا أربع خمس سنوات كثير كثير من الجهات والمنظمات يجون يشوفوه لكن مع الأسف يعني ماكو فائدة ماكو فائدة من إعماره مع العلم يعني هو المسرح في الموصل يعني هو هذا المسرح يمثل الحياة يمثل الموصل يمثل فنانين الموصل وبالطبع هو يمثل الحياة في المدينة ويعكس حقيقتها فكل معلم أثري في مدينة الموصل يجمع حطام الذكريات ويرثي سنينها الخوالي ترجمة نانسي قنقر